بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدا برنامج ملعب SBC دائما الانطلاق بالعناول بعد أربعة مواجهات أخيرا الأخضر يكسب وديته الخامسة أمام مقدونيا سنين عجاف على خانة المهاجم السعودي متى سيأتي الغيث العدالة ثالث نادي يقيل المدربة المناعي ينظم إلى البقية حياكم الله ومشاهدين قناة SBC مستمعين براثير جدا مظهر لكم هاشتاق البرنامج تقدر تشارك فيه رأيك تعليقك تروحتك كل ما يدور في الوسط الرياضي وخصوصا في حلقتنا في برنامج ملعب SBC نسعد بتواصلكم معنا عبر هاشتاق البرنامج اليوم معنا العزة محللي برنامج ملعب SBC الكابتن العزيز سعد الحارثي حياكم الله كابتن سعد أهلا وسهلا فيك حياكم الله قوي عبد الرحمن مساء الخير لك والأخوة المشاهدين والزميلي أحمد كذلك رحب بالعزيز الكابتن أحمد طيف سعيدين تواجدك معنا كابتن أحمد أهلا وسهلا قوي عبد الرحمن طيب أول شيء كل الناس الآن قاعد تسأل عندنا في الوسط الرياضي وتحديدا مشجعين يعني يقول لك والله اليوم صح فزنا على مقدونيا صح صالح الشهري سجل هدف ديكي 85 لكن ما ندري التشكيل كيف لعب رينارد كيف الأعداء بالنسبة للمنتقل لنا غير منقولة ونحن عارفين أول ثلاث مواجهات من الخمس والديات ما رح تكون منقولة وهذه مقدونيا بدايتها والجاية البانية كذلك هي غير منقولة أتوجه لك هي ثلاث مباراية غير منقولة أتوجه لك ساعة في البداية مريت أنت كلاعب كرة القدم في عدة مواجهات مع المنتخب السعودي أربعة واربعين مباراة مع المنتخب ومريت أكثر من عشر مدربين مع المنتخب هل تكون مباراية مهم منقولة؟ نادر لكن في أحيان تكون في مباراية مهم منقولة ولكن السبب في ذلك يمكن أن نبعدها بعدها عن مثلا التغطية أو صعوبة النقل من المكان لا نحن نتكلم عن دولة خليجية نعم نحن نتكلم عن دولة خليجية هل عدم النقل مفيد للمدرب عشان لا يكتشفون شي معين أم يريد أن يخفض ضغط على اللاعبين بالضبط يمكن هذه النقطة التي قلتها عبد الرحمن هي الغالب هو السبب الذي يجعل المدرب رينارد يطلب عدم نقل مباراة إذا كان هو توجيه طبعا منه هو كمدرب أكيد توجيه منه لا يوجد أحد يدخل في حمله يعني ممكن يكون قرار إداري إذا كان قرار مئة في المئة من رينارد أو أيا كان فلنعتبر من رينارد أنه المقصد فيه هو تقليل الضغط على المنتخب التركيز أكثر دائما الإعلام في بعض الحاني كله ردات فعل طبعا النية في الإعلام السعودي أنه دائما حرص على المنتخب السعودي ونتائجه ولكن في المقابل أتوقع أن رينارد أهم هدف كان هدف معنوي هو التركيز وعدم يعني التشويش على المنتخب السعودي أو اللاعبين خصوصا بعد إعلانه للقائمة كان في بعض الأحاديث حول ضم بعض اللاعبين أو عدم ضمهم ولذلك يبدو أن المدرب يريد أن يركز أكثر بعيدا عن الأضواء والإعلام أحمد؟ أنا أتفق مع سعد بنسبة كبيرة أحيان مدربي بحث عن السرية تخفيف الضغط إذا فيه حتى على مستوى الأمور الفنية للقرب كاس العالم في الأمور الفنية أحيان صحيح أن الآن أحيان الآن في كرة القدم لا تستطيع أن تخفي شيء لكن على مستوى العامل النفسي على مستوى العامل الذهني فأعتقد أنه ممكن شيء إيجابي حتى اللاعب يبدأ يخش في الأجواء و يتقلل عليه الأشياء الضغط إذا لم تنقلت المباراة و أنت كنت لعب في المنتخب و اليوم ستكاس عالم و أفضل كرقم لك في كل التصفيات حققت هذه التصفيات ضغط تحس أنه عليك ضغط أنت كلاعب اليوم لم تنقل مباراة تودية و إذا نقلت و ما تضغطونه هي تختلف من اللاعب اللاعب على مستوى الضغط للنفسي هؤلاء اللاعبين هم يحققوه على سكور لك في التصفيات فأنا أقول لك هي تختلف من اللاعب اللاعب فيمكن هو حتى يبغى يصير بالنسبة لللاعبين الجو عادي و أعتقد أنها شيء طبيعي عدم نقل لكن أن الاستمرارية ثلاث مباراة و ممكن مباراة مبارتين عادي لكن ثلاث مباراة نرى أنها لا يوجد ذلك الصعوبة اليوم سعد تعتقد أننا لدينا قوة ردة الفعل لسبب رئيسي أنه لا يوجد نقل مباراة يعني بمعنى اليوم لأن الإعلام لدينا قوي لأنهم مشجعين لهم صوت لأن الآن سعد لا تتكلم عن القنوات الإعلامية صحيح تتكلم عن تويتر في تويتر ناس عندهم بالملايين و ليس بالمعلامية صحيح متابعين رياضيين ما شاء الله تبارك الله أتفق معك نسمة كبيرة يعني الإعلام السعودي يعتبر الإعلام مؤثر على مستوى العالم و ليس على مستوى المنطقة نتكلم عن اليوم كل أنظار السعوديين بما فيها الإعلام وهو من الشعب السعودي تتوجه نحو المنتخب السعودي لأنه يشارك في مونديال 2022 في قطر لذلك كل الناس قاعد تناظروا بما فيهم الإعلام و مطلوب أنه يقدم مادة للجمهور اللي يتساءل عن المنتخب السعودي عن مستواه الفترة الأخيرة عن اختيار التشكيلة و بعض الأسماء اللي صار فيها عليها خلاف و إلى آخر فأتوقع أن المدرب السعودي اتجه بالمنتخب السعودي أنه يكون هناك معسكر مغلق طبعا أنا أتفق مع المدرب في اختيار المكان كان اختيار المكان جدا مميز في أبوظبي لقرب الظروف و الأجواء و الطبيعة أيضا أتفق معاه في نوعية المباريات اللي هو قاعد يخوضها أتفق معاه في النقطة حتى هذه اللي هو أن يحاول أنه يكون في شوية خصوصية المنتخب و يقدر هو يعني كمدرب يراجع نفسه نحن نتعود نحن في كرة القدم أن المدرب عندما يريد أن يناقش اللاعبين يناقشهم في غرفة الملابس صح فلنعتبر أن المبارتين هذه القادمة اللي المدرب ما يبغى أنه يكون أحد يعني يعطي رأيه أو يبدو رأيه أنه كأنها غرفة ملابس بالنسبة له يريد أن يكون مستطيل الأخضر و 11 لاعب و تبديلاته و قناعاته و تجريبه لطريقة اللعب و أسلوب اللعب إلى آخره فبعد ذلك يقف على التشكيل الأهم و ستبين معنا تقريبا في آخر ثلاث مباراة تقريبا طيب نحن اليوم نقول أخيرا انتصرنا لأننا نتكلم هذه المباراة الودية بالنسبة له بالضبط المنتخب السعودي كولومبيا انتصرت علينا كولومبيا فنزولا نتكلم على الإكوادور و أمريكا ما سجلنا ولا هدف ترى و كان عندنا شح بس كان عندنا تنظيم دفاعي عالي هذا لأن قوتنا هنا ألعب على قوتك و بقوتك قدام نعم بالضبط أي أن كان طبعا لكن أنا أقصد أنه كان عنده المدرب كان عنده واضح أنه حافظ و أين يذهب و أين قوتك سعد لأن أي أن كان هذه لا تذهب معنا بطريقة أي أن كان و أين قوت المنتخب السعودي بدأ المدرب بالتنظيم الدفاعي و من ثم اتجه الآن في وجهة نظري من خلال الإمبارات اليوم رأينا في أهداف هدف واحد هدف واحد أي أن كان أنت فست اليوم حصلت على النقاط أنت في كأس العالم ممكن تربع بهدف و تأخذ نقاط مباراة يعني لكن هذا هو الأهم بالنسبة لك فهو المدرب بدأ بالتنظيم الدفاعي و هذا بالنسبة لي أي مدرب يبدو قبل ما يبدأ يفكر في الهجوم لازم نظم نفسه في الخلف طيب فتوقع فلسفة المدرب جميلة جدا يعني بدأ من المباريات و تنويعها اللاتينية ثم الأوروبية و التنويع في الجانب هذا منتخبات عندها مستوى بدني عالي مثل منتخب الولايات المتحدة في مباراة السابقة استطاع المنتخب السعودي أن يجاريه إلى حتى تسعين و هو يجاري المنتخب الليلدى علما أن المنتخب الولايات المتحدة أحد لاعبيه هو أكثر لاعب قطع كيلومترات في مباراة و رقم مسجل باسم أحد لاعبة المنتخب الأمريكي و لذلك توقع مدرب تنويع المباريات ما بين لاتيني ما بين أمريكي ما بين أوروبي أقصد وأمريكي جيد جدا اختياراتها موفقة بدأ بالتنظيم الدفاعي و الآن نراه أيضا هناك في ثمرة و تسجيل هجومي إلا أنه في شح في ذلك و أتفق معك فيه أخي عدد حلول طيب أروح معك أحمد لأن أبو مشعل الله يحفظه قال أي أن كان بالنسبة لي وين قوتنا هو ما قال لي وين قوتنا و راح لي بالتنظيم الدفاعي و تنظيم الهجومي فبس أل أحمد أحيان بقول له وين قوتنا عشان أبيك تفكر بمشعل نشوف وين قوتنا لأنا ما أحس أنه أنه قوتنا قدام يعني شوف فحا أنت مهي على القوة حتى لو كان قوتك قدام أنت تلعب مع منتخبات تنافسية كبيرة منتخبات تتكلم عن الأرجنتين و المكسيك و بولندا عندها الإمكانيات القوية أنت من الصعب أنك تحاول تبادر بالهجوم أمام منتخبات كبيرة زي الأرجنتين و المكسيك و بولندا ممكن التنظيم الدفاع أنا أتوقع أن لما يكون عندنا تنظيم دفاعي قوتنا هنا في التحول في التحول نتمنى أنه يصير فيه تحسين في التحول الهجومي لما أنت تكون منظم صعب كل المباريات تصير طول التسعين دقيقة أنت قاعد في ملعبك من الذي يخلق لك التحول؟ التحول هو الأقل بسعون سعود ظهير أيمن ياسر الشراني ضي ريسر تكلم عبدالله العمري تكلم على هو في الأسلوب من الذي يبني لك الهجمة؟ هو على حسب الأسلوب الذي يتخذها رينات أنا شاهد مباريات المباريات ما هو ما هو الأسلوب؟ الأسلوب أنه يحاول يستحول بعد ما يقطع الكرة يستحول ما يروح على السرعات صح؟ ما يروح على السرعات والتحول السريع فهنا ممكن إذا أنت تبني على بعد ما تستخلص الكرة في تنظيم الدفاعي في وسط الملعب أنت تحتاج إلى الحفاظ على الكرة الحفاظ الكرة والتدرج أنك توصل هل عندنا الجوانب بدنياً اللي نحتاج عشان مسألة الحفاظ على الكرة؟ بدنياً أنا ما أخفيك بدنياً الخوف على المنتخب السعودي من ناحية بدنية وأعتقد أن رينات لما أتخذ ثلاثين يوم معسكر تقريباً نقطة إيجابية بسبب عدم أغلب اللعبين جهازيتهم البدنية ما هي بالشكل الجيد ثمان جولات لو نرجع أغلب اللعبين المتواجدين في القائمة من سبعين بالمئة هم غير مشاركين جميل أحمد بدأ منك تكلمت عن الجوانب بدنياً خنشوف السيد هيرفي رينارد مدرب منتخبنا إيش قال على الجوانب البدنياً وباخد تعليق سعد الحارثي تقريباً للمشاهدة هذا هو لأنه كانت تقريباً على المستخدمات في الوقت لأن بعض المشاهدون الكثير من المشاهد بعض المشاهدون الكثير من المشاهدون الكثير من المشاهدين وضع المشاهدون الكثير من المشاهدين جميع المشاهدين من يحدث المشاهدين وحضرهم لليسهم ويساعدنا الكثير من البداية لهذا المشاهدون الكثير من المشاهدين نعم، ذلك سفعلوا بشكل جيد لأن الجميع أعطيتنا الكثير من الانيرجي وقد فعلوا بشكل جيد مع أنه عارف النواحة البدنية عندنا ضعيفة وعارف أنه عندنا مشاكل فيها كأنه موقف كرة قدم موقف صحيح هو الأفضل بدنيا ما بين اللاعبين نعم هي بالفترة من الله سبحانه وتعالى نعم أم لا هي أساسا هو قاعد يدرب هي ممكن تكون طبعا زي ما قلت أنت اللاعب يختلفون على مستوى الفوسولوجي العضلات وطريقة يعني المردود البدني خليقلك التنفس الهوائي عندي يكون عالي وبسرعة أنه يسترد فيه أذكر فيه معسكرات دائما كنا بعد انقطاع نرجع على طول نلقى لعبة تقريبا من أول أسبوع بسرعة يعني تلقاها رجع من جديد للاسترجع اللياقة حقته فهي تختلف من اللاعب اللاعب فأتوقع كأنه يعني يمكن من اللاعبين المميزين في هذا الجانب خصوصا أنه يمتلك جسم بدني مميز وعلى مستوى عالي فيمكن هذه أحد الأسباب التي خلت كأنه يعني يرجع بسرعة استجابة الجهاز عنده تنفسه سريعا لأنه يرجع بسرعة من خلال التمر اللياقية إضافة إلى أنه قد يكون اللاعب أيضا ما يريد أن يفوت فرصة كأس العالم وكان دائما قاعد يتمرن وقاعد يعني لم يقضع هذا مفروض يعني نعم ثقافة لعب وعقلية لعب أيضا أحمد شدتني لقضة رينارد مع كأنه ومع سعود عبد الحمد نشوف نحن نعرف من اللاعبين في التمرين تحبون أنتو مثل ذا الملعبين هذا التواصل يا عبد الحمد أنتو تحبون ذا النوع من مداربين سكين المداربين كل السعودين يحبون يوقف من بعيد ويطالع يقول لك أرقام وش سوى لا تعال دخل معي الملعب شيء تحفيزي شيء تحفيزي ممتاز خاصة في التمرين اللياقية المتعبة الشاقة أحيانا اللاعب يحتاج ممكن يقدر يسوي خطوة أمام بس يحس نفسه لكن لما يكون فيه تحفيز بدني يحاول يسوي يضغط على نفسه لما يكون التحفيز موجود من جهاز الفني موجود ماذا ذكرت فيه رينارد أحمد من الذي يدربوك؟ كيف؟ ماذا ذكرت فيه رينارد من الذي يدربوك؟ والله هناك مدربين نفس الشخصية نفس الكريزمة تقدر فيه ميشيل برودون برودون أي برودون المدربين الذي كان محفز وكان شخصية ممتازة بصراحة مع اللاعبين ككل برودون كان مدير كبير نرى الفيديو اليوم عبد الرحمن تواصل المدرب مع لعبة المنتخب اليوم أنت كلاعب تريد أن تذهب إلى كاس العالم وتجد أن أعلى واحد في الجهاز الفني يقف معك وينظر الموضوع اللياق وقريب منك وقعد يحفزك ومنتبه للنقاط هذه أكيد اللاعب يعطي أحسن ما عنده جميل من رينارد أنه يتواصل مع اللعيبة يتواصل معهم بالكلام يتواصل معهم باللمس والمزح ويكون قريب منهم لأن اللاعب إذا لم يحب المدرب أو لم يحسوا أن المدرب قريب منهم يفهمهم لن يستطيع أن يوصل أفكاره بشكل جيد لا يوجد أفكى مننا في ذلك الأمور عوام النفسية مدربنا نعم أتكلم أحمد تخيل مدرب المنتخب يتواصل معك شبه شهريا حتى في فترات توقف وانت كنت تلعب مع نديك يقولك شارك سو وينك حتى بالتواصل بالجوال الجوال ذيك عليه دائما وقف مع فهد المولد نعم نكلم نواف العابد بعد كأساسية مشاركة الشباب قال أنت لعب مميز واستمر على ما أنت عليه وخل المدرب غصبا علىنا يلعبك نعم عشان أشوفك نعم يتواصل مع أغلب اللاعبين الموجودين صحيح لما تشوف الجهاز الأعلى حرب الجهاز الفني ريناد يتواصل مع اللاعبين بشكل لا يوجد أي رسميات بشكل طبيعي بشكل الكل يحبه أنت من نفسك كلاعب لما يتواصل معك مدرب تحاول أنك تعطي حتى ترجع و تكون موجود في القائمة أنا أتخيل سعد شغلة الحين تخيل أنك أنت مو بأوجع عطائك كلاعب ولكن المدرب يرى فيك إمكانيات ستخدم على مستوى التكتيكول و يستخدم كل الناس ضد المدرب باختيارك إلا هذا المدرب قاعد يدافع عنك نعم و هناك كثير منهم اللاعبين الآن في المنتخب كيف ستكون ردة فعلك مع المدرب أكيد ستكون يعني يعني تعطي كل ما تقدر يعني أكيد بتكون يعني اليوم لما يراهن المدرب على قناعات يعني خلنا نتكلم بشكل أول بشكل يعني يعني المدربين قناعات فتلقى المدرب دائما فيه مدرب يقتنع في اللاعب هذا لما يمشي المدرب هذا يجي مدرب غيره تلقاه ما يقتنع فيه يختار غيره لكن المدرب عنده قناعات في لعبه معينين و اختارهم رغم اختلاف كثير معه في موضوع البدني استعداد إلى آخر بعضهم موضوع فني اختلافات معينة لكن مع ذلك مدرب أصر عليه أتوقع هنا اللاعب يعني خلنا نقول لن يخذله صح سوف يعطي كل ما واحد الكاسب ولاء اللعيبة أكيد هناك نقطة مهمة أنت لو ترجع للناد يعني تقريبا محافظة على شكل اللاعبين صح أغلب اللاعبين بشكل كبير هذا أول شيء يعطيك الانسجام هذا الشيء الثاني يعطي اللاعب الثقة الاستمرارية في السابق في السابق دعنا نقول قبل الكاس العالم 2018 و قبله كان مشكلة المنتخب يعاني بشكل كبير في التغير بشكل مستمر تحصل كل معذكر كل أعداد و 15 لاعب متغير فهذا يعطي سلبية كبيرة على الانسجام و حتى على المستوى الأداء الفني و الأشياء اللي طلبها المدرب أبروح ماك شغلة ثانية يا أحمد بشكل سريع بس قبل الفاصل اليوم نكتضم لاعب من فريق أبهى على سبيل المثال لأن لماذا نقل ذلك كلام قبل أمس كان معنا الدكتور رحمد الحديثي رئيس نادي أبهى قال نحن نفتخر أن يكون عندنا اللاعب في المنتخب السعودي في الفريق المرحلة الأخيرة ليتهى الكاس العالم ترق قلة صارت معنا في المنتخب صحيح قليل جدا صحيح هذا معنات ماذا تبين لك المدرب هذه تبين لك اختياراتها لا توقف على أندية معينة مثل ما نرى سابقا نرى على أندية معينة مهما كان قيمة ناديك على المستوى الفني أو ترتيب ناديك على المستوى الدوري فأعتقد أنت كل ما كنت مميز وتخدم فلسفتي الفنية و يترجم أنتفق مع أخي أحمد يترجم مقولة المنتخب هذول النقبة يعني إحنا ما رحنا للأندية رحنا اللاعبين اللاعبين النقبة في الأندية أنا أخذهم وأضمهم يشكلون منتخب المملكة العربية السعودية هذه ترجمة رينارد من خلال اختياراته جميل للمشاهدين مستمع الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل حتى أن باهبري وعلي الحسن نحن تحت رهن إشارة رينارد موسيقى 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 هياكم الله ماشيدي قناة سبي سي ومستمعنا براثير جدا في مظهر لكم حياة الشراق لبرنامج أكيد تقدرون تشاركوا في كل تعليقاتكم حول ما يدور في طاولة ملعب SBC سعد الحاثي و أحمد عطيف سعد أبو روح لك اليوم نحن تظاهرة بالنسبة لكاس العالم وهي أكبر تظاهرة على مستوى العالم أجمع مختلفة عن أي تظاهرة كروية أخرى خلينا نعترف على هذا الشيء حتى نفسيا حتى تأثر عليك بدنيا لأن العامل البدني كلنا معتمد عن نفسي يعني لو تكون ممكن عندك كل الأمور الممتازة بس أعتمد على الأمور نفسية شاركت في كاس عالا و شفت الأمور البدنية و النفسية كيف شاركت أمام إسبانيا و في ألمانيا مجانين كرة القدم و في أمام المرمى ما سجلنا لهذا يا سعد بس عشان ليش عشان نتكلم من الأمور النفسية و البدنية و التركيز يتغير كيف كانت الأجواء سعد حكيني أجواء جميلة طبعا أن كاس العالم من الأحداث المميزة التي كل أربع سنوات تقام يجتمع فيها أفضل المنتخبات على مستوى العالم أفضل اللاعبين على مستوى العالم أحيانا لاعبين يمكن يمر عليها حياته الكروية ما يلعب كأس العالم يعني يمر عليها البطولات مرة ما يتوفق أنه منتخب يتأهل مرة يصاب يعني في عدة دخلني بالدهالي السعدة بتكلم أنت في غرفة الملابس قبل مباراة إسبانيا قبل أي مباراة في كأس العالم تدخلون الحين شوفوا جيه اللعيبة قبل مباراة و أنت ماشي و أنت داخل في الخرطوش على ما يقولون أن تصل للملعب فيه تفاصيل كثيرة يعني يمكن ما يكفي الوقت أنك يعني أو يعني جمالياتها أو مدى شعورك فيها المميز ما تقدر يعني توصفها في الكلمات هو الشيء سبحان الله يعني يبقى في ذاكرة اللاعب دائما أهم شيء ممكن توصل لأي لاعب الآن في المنتخب بتقول له تنبراتك سعالم تحتاج واحد اثنين ثلاثة شد حيالك اثنين أنا أقول يعني تحديدا لأعيبتنا أنه كأس العالم هي أكبر برهان أنك تثبت وجودك هي أكبر رهان أنك توري العالم أنت كويس ولا لا يعني اليوم ممكن أنت تلعب بطولة قرية وإقليمية يقول لك يختلف عليه لكن لما تيجي على مستوى العالم وتلعب أفضل لعيبة على مستوى العالم وانتخبات على مستوى العالم ونتقدم نفسك بشكل كويس ترى هذا كرت كبير لك بعد ما ترجع على الدوري السعودي وراح يعطيه قيمة مضافة على مستوى العقد على مستوى الإعلام الشهرة تفاصيل كثير تصير لللاعب من خلال هذه البطولة كأس العالم بحد ذاته مشاركتك مميزة ولكن تقديم نفسك بشكل كويس مع المنتخب من خلال كأس العالم راح تعطيك قيمة مضافة كبيرة لا شك بعد كأس العالم ونحن نشوف حتى عقود اللاعبين تتفاوت بعد كأس العالم كيف أن عقود ترتفع وعقود تنزل بعد هذه البطولة أحمد فيه مدربين كثير يقولون أنا يهمني في كأس العالم لاعب اللي عنده شخصية مو بس اللي عنده إمكانيات خصوصا في كأس العالم أنا الثنتين مهمة بالنسبة لي وكل واحدة مكملة بس من تعطيها النسبة الأكبر تبغاها في شوف الشخصية هي يعني ممكن تعطيك تعطيك تكلف الملعب لكن الإمكانيات برضو الفريق المنافس ممكن يكون عندها شخصية وفريق عندها خبرة وعندها قوة لكن الإمكانيات برضو تعطيك تقدم أفضل تعطيك تقدم وإنك تطلع بمستوى على مستوى ممتاز يعني الإمكانيات يرى Thrall 2 مرتبطة ببعض اللاعب اللي ما عنده شخصية حتى لو كانت إمكانياتها هل تقدر تبني شخصية في اللاعب أحمد أم لا الإمكانيات تقدر تطورها لكن الشخصية تقدر تبنيها شوف الشخصية ممكن مع الوقت ممكن تبنيها مع المباريات مع اللاعب نفسه في بعض اللاعبين ممكن ما تقدر تطور فيهم الشخصية مهما كان حتى لو لعب بعد مباريات كثيرة هي ترجع للشخص نفسه قناعاته شخصيته الخارجية حتى خارج الملعب هذه ما تقدر أنت تعدل فيها شيء كثير لكن الإمكانيات ممكن مع التمرين مع هذا حتى أنا بالنسبة لي الإمكانيات مهمة بشكل كبير يعني لما يتكون عندك إمكانيات لعب على مستوى عالي أو متوسطي يقدر يطلع فوق هذا شيء ممتاز لكن إذا لم يوجد إمكانيات نهائيا صعب الأمانة صعبة أكيد ما يوجد الإمكان بأن لاحظة بس إذا تتفق مع أحمد أو لا أنا طبعا أتكلم أنه ممكن يكون اللاعب يعني شخصيتي يستمدها من إمكانياته من قوةه في الملعب وإمكانياته داخل الملعب تجد أن اللاعب يبدأ يسبب عنده شخصية ولو جينا نقسم الشخصية شخصية اللاعب داخل أرض الملعب وشخصيته خارج أرض الملعب شخصية داخل الملعب في اتخاذ القرار في طريقة التعامل مع المباراة الحكام زملاءه هنا شخصية اللاعب هي تستمد من إمكانياته اللاعب دون إمكانيات لا يمكن أن يكون عند داخل الملعب شخصيتي أنا أقولك شغلتين أنا أجيب كلام من زملاءكم يقول لي واحد من الشباب يقول لي إمكانيات عند واحد من اللاعب إمكانيات مبطبيعية لكن شخصيتها قاعد الدمرة في الإمكانيات يمكن عقليتك صد عقليتك لا لا شخصيتها ضعيفة داخل الملعب لا باتخاذ القرار لا يقول يخاف انه يخطي فهلا ويخطي هذا اللي يقول اساعده إذا لا تften الإمكانيات مع الشخصية صعب و إذا كان لديك الشخصية على الأممكن تصل إلى المرحلة لكن تتطور نسبي لكن لا تخرج إلى أمكانيات مرتبطة في الشخصية و إذا ما قلنا نقول إمكانيات مرتبطة في الشخصية أقوى إمكانيات مرتبطة في الشخصية مع أحمد سواء في المنطقة في نهادة شباب في غيرها أكبر أعجب من يدمج الإمكانيات مع الشخصية غير سعد وحمد أدري أن لديكم شخصية مع الإمكانيات نعم ولما صارت لكم مشاكل فلندية بس أنا أتكلم عن رجل عنده إمكانيات وعنده شخصية داخل الملعب لعبتها معه وزاملتها تحس أنه هذا إمكانياتها على مستوى عالي وشخصية على مستوى عالي والله في لعبين كثير صلاح في المنتخب أتكلم في ناديك في المنتخب طيب نقول أول شيء بعيدا عن عبده يحبون بعض مرة أنا على مستوى المنتخب نرى أن محمد نور من اللعيبة الذي كان يمتلك إمكانيات عالية وشخصية أيضا وحضور داخل أرض الملعب وشخصية تمتد وصلاح لك حق تسبانيا أي أكيد وصلاح لك حق تسبانيا عرفت علي لكن شوف محمد نور أيضا من اللعيبة التي شخصيتي تمتد إلى شحذ همة اللعب زميلة في حالة الإخفاق كيف يشحذ همته يرفع منها وفي حالة زاملت في الاتحاد في مبارات زاملت محمد نور في الاتحاد ومن اللعيب المميزين أنا أفتخريني زاملت لعب مثل محمد نور لعب مميز فنية على مستوى عالي من زي ما قلنا قبل حديثنا الشخصية لأننا صنع هدف مع الناس في تونس يتذكر وصنع لك كورة كانت جدا جميلة لكن ما توفقنا فيها نور نتكلم أحمد أنا أتفكر برضو نور زاملت نور في المنتخب أحمد أي زاملت نور في المنتخب لماذا أحمد دائما نشوفه صغير أيضا إذا أنا صغير والله مع أنه زاملت ناس يا ما شاء الله على المحمد أحمد من اللاعبين الجميلين أشكري يعني ما يبين ما شاء الله أحمد غير نور أحسس أنه ما نأخذ ساعة والله نشوف حتى لو لم أزاملتها كثير في المنتخب و حتى لم أزاملتها كثير في الشباب مشي موجود سعود كريري أنا نور سعود كريري نور ياسر قحطاني أسامة ياسر 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 مولد سامة هوساوي سامة هوساوي لعبة كثيرة لا تقدر تعد أحد لا بس هناك أبرز يوم يتكلم سعد عن واحد عند شخصية عند إمكانيات نور كانت واضحة لكل صحيح و لماذا قاد لاعبين مثل اللاعبين الاتحاد ترى قيادة لاعبين مثل اللاعبين الاتحاد مبينة صحيح و سامة مولد ياسر ياسر جحطاني كان من اللاعبين عنده شخصية داخل ملعب إضافة لأمكانيات اللي دائما ما يشحذ الهمم على قولة سعد بين اللاعيبة كان عندكم في المنتخب كلماتها مشجعة زي اليوم تكلم عن سلمان الفرج في المنتخب ياسر محمد نور كلهم لعبة كانوا شخصيات تتفقوا مع إمكانياتهم جميل وأيضا أسامة وساوي سعود كريري أيضا يعني كثير من اللاعب اللي مروا على قيادة المنتخب وكنجوم على الطريق أتكلم اليوم اليوم سلمان الفرج يعني تغيرت حتى نظرة الوسط الرياضي بعد ما صار المنتخب مركز النامي في المنتخب صار يطلع مقاطع عن تغيرت حسوا أنه سلمان يعرف تكلم يعرف شون يقود الشباب يعرف وشي يقول لهم كيف شايف سلمان في مسألة القيادة وما يسأل الإمكانيات كلنا نعترف أنه سلمان عنده إمكانيات بس أتكلم عن القيادة للمنتخب شوف هو القيادة يتبين لك أساسا حتى داخل الملعب ليس شرط أن يكون فيه فيديو حديث جيد أو شك أو قدام الإعلام هذا الفتحت عيوننا صحيح لكن بالنسبة لي أنا أرى داخل أرضية الملعب الثقة التي يعكسها الزملاء داخل أرضية الملعب وجودها عندما يكون موجود الشخصية التي تنعكس في وجود سلمان وغير وجود سلمان فأعتقد أن وجودها داخل أرضية الملعب مهم جدا أنه بالنسبة لي شخصية اللاعب و شخصية القايد أكثر ما يكون أنا داخل أرضية الملعب لأن أحيانا داخل أرضية الملعب لما يكون ممكن تمر في مرحلة من ناحية الضغط أمام فريق المنافس هذا القايد ممكن ينتشلك من الوضع الذي ينتفيه ممكن تكون متأخر بالنتيجة فهذا دور كبير وهذا اللي قاعد نشوفه في حال تواجد سلمان أسألك عن اثنين اللاعبين من نشوفهم من اللقاء بعد شوية هاتان باهبري و علي الحسن رأيك فيهم ساعد كلهم مميزين كلهم لعبين يستحقون المنتخب و أرى أنهم يقدمون أنفسهم بشكل جيد و إن شاء الله بإذن الله ثقتنا في يوم كبيرة تلع فيهم أساسيين نحن نقول كل مباراة لكن عندنا ثلاث مباريات أنا أرى أنهم من لعب ينافسون عنهم يكونوا أساسيين ينافسون هذا رأيي ساعد الحارثي دعنا نذهب إلى هاتان باهبري و علي الحسن نرى أشكاله عن رينارد و الأحمال البدنية كذلك بكل تأكيد ماسكرنا هذا في غاية الأهمية و هذا الماسكر الذي سيجهزنا لكاس العالم بشكل كامل أكيد المدرب حريص على أن نقوم بأدواره و نتعلم من الأمور اللياقية البدنية التكتيكية و نتعلمها في الفترة هذه و إن شاء الله بإذن الله نقدم شي ممتاز بإذن الله مرحلة أكيد مهمة خاصة هي المرحلة الثالثة من استعدادات المنتخب و كل يوم نجتهد فيها لآن رح يفيدنا في كاس العالم و بإذن الله إن شاء الله نقدم مستوى يليق بالمملكة العربية السعودية في كاس العالم أكيد أجواء المعسكر أجواء مرة جميلة أجواء إيجابية الجميع مركز أكيد صح أن المعسكر شهر لكن إن شاء الله بإذن الله المعسكر هذا إنه بيخلينا كلنا نكون فريق واحد و نكون كلنا على قلب واحد إن شاء الله بإذن الله و بالعكس كل مين نشاد حيوله في التمارين علشان يكون نضمن خيارات الكتش طبعا المعسكر مهيئ على أتم الجاهزية على أعلى مستوى الأجواء كلها تفاؤل و إيجابية و الكل مركز إنه يقدم أفضل ما عنده جميع الأجهزة من بس اللاعبين و إن شاء الله نستفيد من الاستفادة تامنا و يفيدنا هذا الحديث لهتان باهبري و علي الحسن أحد نجوم منتخبنا الوطني يشيدون في الماسكر عسكرت معسكرات طويلة ساعت مع المتخب عسكرنا معسكرات طويلة من المتخب أقصى مدة جلستها كماسكة أقصى مدة نتكلم عن 20 يوم تقريبا 20 يوم كم هذه من 2000 و كم 2007 تقريبا 2007 نحن لحين 2022 28 كان عسكر 30 يوم عسكر 2009 تقريبا شهر تحسن أنه إلى الآن الفكر معسكرات طويلة أحمد مفروض يكون موجود لا أنا أشوف معسكر الطويلة كنت ساعد زعلان تقول لا لا أنا ضد المعسكر الطويلة حالة المنتخب الآن مختلفة جدا مختلفة جدا بسبب عدم جهازية أغلب اللعبين فإن تصعب أنك تجلس قبل كاس العالم بأسبوعين وتيجي تبوديها هذا استثناء بالنسبة لك أنا بالنسبة لي استثناء لكن على المستوى العام لما يكون اللاعب مشارك بشكل مستمر وزي العادة لا أنا أشوف أسبوع ساعد لابد أن يكون لابد أن يكون في معسكر و يكون في مباريات بهذا المستوى ممتاز اليوم ظهر لنا خبر من الأخبار التي نحن نتعود على الموسم لكن يبدو أن العجلة بدأت تدور و وصلنا إلى ثالث إقالة في هذا الموسم ثلاث مدربين مقالين من بداية الموسم حتى الآن نتكلم عن ثمان جولات السيد يوسف المناعي اليوم أقيل من تدريب نادي العدالة برونو الوحدة كذلك أقيل ومدرب أبها البوسني أقيل ثلاث مدربين يا أحمد ثونا بعدين الدوري آخر شيء يتكلم عن يوسف المناعي شوف دائما أنا أقول في اللقالات ممكن تصير لكن بالشكل السريع عندنا دائما نحن مستعجلين بشكل سريع أول شيء الفترة مغرية أنك توقف شهر يمكنك تستعدس على جديد لكن أنا أنا شوف مثلا ممكن مع مدرب أبها ومدرب الوحدة أنا بصراحة مدرب أبها مدرب يمكن له سلوبه بس ما يتناسب مع أدواتك والوضع الذي كان صاير بين لعبة أبها والوضع المشحون ممكن يكون القرار لكن في البداية هو الاختيار هذه أرقام السيد يوسف المناعي انتصر في مواجهة وحيدة من ثمن مواجهة عادل في مواجهة خسر ست له أربع أهداف وسجل عليه أربع عشر هذا في سعد يعني هي تعود برضو حتى للإدارة إدارة العدالة أو أدارة الفرق التي أقالت للمدربين وإذا كانت من تفقه مع المدرب وإذا كان هو مؤعدهم يقدم مع الفريق يعني مثلا أنت رئيس نادي العدالة أنا اليوم رئيس نادي أنا أتقمص منسب العيز المضحي مش أبي مدرب أبغى من النتائج أبقى سعد أكيد أبقى بس إن شاء الله تبقيني قبل الأخير طبعا إقالاتهم تعكس نتائجهم طبعا إقالاتهم تعكس نتائجهم لكن برضو خلنا نكون واقعيين في ظل الإمكانيات اللي يمتلكها النادي اللاعبين الموجودين هل المدرب أنا أقدر ألومه أقدر أقول أن المدرب فيه ظروف تانية من ثمان جولات جبت لأربع نقار مثلا المشاكل على مسؤول الباطن مثلا الكفاءة المالية منعته الفريق من أن يسجل اللاعبين هل نجي اللوم لماذا فريق الباطن أقال المدرب يعني التمس له العذر أنه وجد أنه بالفعل الفريق لا استطاع أن يسجل كثير من لعب المحترفين فهذا كان سبب من أسباب عدم إيقالة مع أنه هو المتذيل للترتيب وهنا هناك نقطة مهمة سعد عندما نجس مع المدرب هل شوف فيه أشياء يمكن نحن لا ندري عنه لكن عندما تجس مع المدرب هل هو هو الذي اختار اللاعبين على المستوى الأجنبي بالتحديد هل هو أعطاك الفكرة أو الهدف من تواجد اللاعبين يعني ما أخبرنا أحمد الأختيارات دعنا نضقي أنا تكلم اليوم الكابتن القدير يوسف المنهاي أنا كرئيس نادي العدالة أبي أديني دوري بطلاسية أبي أخذ دوري أنا أتفق معي أبي أكتبك لكن أحبديك مساحة العمل لما تأتي تقيني وتحاسبني ما عندي مشكلة لكن هل أنت أعطيتني مساحة وأنا اللي تحملت اختيار اللعب الأجنبي وأنا اللي أعطيت السياسة في داخل النادي على المستوى الفني وعلى المستوى التنظيمي وعلى المستوى العام تقدر تحاسبني بالشيء اللي أنت بي إذا ما حققت النتائج لكن إذا أنا أنا ما أعطيتني مساحة أو أنت تدخلت في اختياراتي أو أنت طلبت في اختيارات أو اختيرات لعبي معينين جلبتهم لي و عموما أحمد هم أول و الأخير و المدرب هي بتجي عليه فهو المدرب اللي يسمح بالتدخل في عمله أنا أرى منه غير مدرب في وجهة نظري أنه مدرب في بعض الأحيان اللي يسمح بالتدخل في عمله لأنه هو في الأخير رح يكون في وجه المدفع لذاك مدرب اللي يحترم نفسه و يحترم عمله يجب أن لا يسمح لأحد أن يدخل في عمله طيب ساعدة بس لك سؤال أخير قبل أن أطلع للفاصل تعتقد أنه فترة التوقف الطويلة كانت مشجعة لبعض الأنديانة تخيل مدرب بها يعني تحس أنه قالوا والله فترة التوقف طويلة و ما حققنانا أربع نقاط خلنا نسوي لم صدمة كهربائية اللاعبين حققوا لنا سرق نقاط أنا هذه الصدمة و الصدمة هذه ما أدري ما أدري من الإجابة صدمة ما في شيء يسمى صدمة ما في شيء يسمى صدمة أنا لما أجيب أصوي صدمة للعبين زي كده مبارا طيب أنا عندي عشرين مبارا أنا بسويه بس أنت إذا أغير المدرب ليس يصير إذاك مختلف كيف؟ إذا أغير المدرب لم يصير أذاك مختلف ممكن أول إمباراة لكن على المستوى البعيد أنا أتكلم عن المستوى البعيد عشرين مباراة أنت أقلت اللاعب المدرب عشان أنت تتحسن عن براءة واحدة أو لا تبقى من الدوري كامل دوري طبعا صحيح لا لا أنا لا أبي في نفس الامباراة في الامباراة التي بعدها أنا أبي على المستوى العام طيب الثلاث إيقالات هذه مقنع لكم ثلاث إيقالات بلالة على النتائج نعم برونو والوحدة عين سييرة نعم بديل لبرونو ننتظر العدالة ووابها نعم سييرة خبيرة في الدوري فاختيار موفقينه جاءتها بواحد يعني عندها ثقافة الدوري فاهم الدوري فاهم الدوري السعودي متاح سييرة مدينة موسو لماذا لم تجبتها و أنت تستعد يعني ممكن هي موضوع تفاوض موضوع ترتيب موضوع قناعات في البداية بالمدربين يكون الإدارة أمام أكثر من سيفي المدرب فتختار أي المدربين و نرجع برضو من جديد و زي ما قال زميلي أحمد أن الإدارة في الأول و الأخير هل أنت بتفهم هل أنت يعني عارف تتعامل طبيعة عمل المدرب عشان تيجي تختار المدرب داعا ذا لذلك الإدارة مهمة تعرف طبيعة عمل المدرب عشان تقف على مدى مناسبة للفريق مناسبة للدوري و قال كده ساعد لما أنا أختار مدرب أنا كرئيس نادي هل أنت أنت شعب في فكرة قدر تعرف ماذا معنى أنا أجيب المدرب هذا يناسبة دواتي يعرف هذا يعرف هذا أو أنا أختار واحد و اثنين لازم فيها تفاصيل أنت وش الهدف الذي تريد توصله وش السيستم الذي تريد تلعب فيه هو فيه خلل موجود عندنا إنما فيه موجود مدير رياضي هو الذي يتحكم فيه هذه المدير رياضي الذكر فيه كانت حلقة كاملة على عجارة أنت اليوم لما تجي مثلا العدالة و الوحدة و أبها أنت فرق تبي تحافظ على نفسك في الدوري الدوري المحترفين للسعودي فأنت هنا تختار مدرب يستطيع أن يتعامل مع المتغيرات هذه يستطيع أن فيه مدربين كبار لما تجيب على فرق متوسطة ما يقدر يغيير لك نتائج فاختيار المدرب مهم و فيه تفاصيل كثيرة زميلي أحمد يحتاج أن الناس اللي يدير اللعبة تفهم هالتفاصيل و تفهم طبيعة المدرب ممتاز للمشاهدين مستمعي كناب فاصل قصير و بعد الفان ناصر الشمراني آخر هداف سعودي موسم 2013 2014 لك أبدا تخيل ناصر الشمراني آخر هداف سعودي شاهدين قناة سبي سي و مستمعينا براثير جدة في مواصلنا أكيد الحديثة أسألكم سؤال افتتاحي للمحورة و بإجابة لمدة دقيقة عشان بنتقل للتقرير ممتاز و بعدين نتشعب فيه أحمد ليش ما عندنا مهاجمين سعوديين في الدولة و ليش ما أنجبة و الأندية مهاجمين سعوديين تتكلم على آخر خمس سنوات ست سنوات أنا أروح للأندية السبب الأول و الوحيد أن أغلب الأندية كلهم جايبين مهاجمين أجانب على مستوى الدوري ولو جايك لعب جيد من فئة السنية مثل عبدالله حمدان مثل فراس البراكان لا يصبر عليها لا يصبر عليها بس الآن موجود في السوق بس النادي لا يصبر عليه يبغى لاعب في الموسم إذا أنا أجيب لاعب بعق سنة يبغى ينجحني يحقق معي دوري إذا شفت كويس أو يموب كويس سأجيب اللي بعده لكن لاعب المحل لم تصبر عليه أحمد يعوز الأخطاء لإدارات الأندية سعد أنا أتفق معه أنا أول هي عاملين العامل الأول اللي هو موضوع الكشافة يعني ممكن موضوع الكشافة أصبحت الآن ممكن متلخصة في موضوع وسطاء الأعمال أو وكلاء الأعمال هم أصبحوا اللي يبرمون عقود من يوم دخلت للنصر كنت أي في عام أنا ناشئي كنت بدأت مع نادي النصر جيت من كشافة نعم جيت عن طريق أحد الكشافة منتمي لنادي النصر مسي علي بالخير الأستاذ عبدالأخ ريف وانتقاني من ملعب لأحد ملعب حواري أي ملعب حواري عند أحد أيضا هو مكتشفني على مستر حواري الأستاذ محمد عسيري وكان مهتم طبعا فقدنا كثير من أشياء عناصر كثيرة من ضمنه الحواري ومارسات ونكام عاملين كشافة الثاني اللي هو موضوع الإدارات اليوم أنت لما تجيب لعب موهوب يكشاف وتحطه في النادي ويأتي واحد مثلا مدرب غير جيد ويتعامل مع اللاعب بشكل غير جيد ويرى أن هذا لعب غير موهوب ليس يعني موهوب قناعة هو قلة معرفة فيه كمدرب المدرب لم يعرف يعني هذا اللاعب جيد أو غير جيد يعني كلاعب يعني مشكلة أننا نتعامل من فات سنية نجيب مدربين يعني أقل راتب ويمشي الحال مفروض أن يكونوا مدربين في فات سنية على مستوى عالي على سنية يكتشف المواهب يقدمها سعد النجوم في الدولة الآن عرضوا على أندية وقت كاننا أيام في فات سنية وما قبلوا فيهم لاندية بالضبط عرضوا نادي وناديهم ثلاث وقبلنا واحد فيهم من لاندية واليوم رواتب وما شاء الله على خمسة مليون ستة مليون في السنة بالضبط العاملين الأول قلت كشافة الثانية أنه أحد موارد وأهم الموارد للكرة السعودية وليس النادي فقط أعتقد أنه سعد و أحمد اللي تكلموا فيها يكفي حلقة كاملة بس إلا وفتحتها معاون بس خلوني أروح للتقرير اللي صلت الضوء على المهاجم السعودي وينك؟ خلوني نشوف في هذا التقرير بعد أيام ليست بالطويلة ولا بالقصيرة يولي الناس شطرهم نحو العاصمة القطرية الدوحة حيث كأس العالم في اللعبة الأشهر عالميا واللعبة الجماعية الأولى وإن كان هناك من يقول أنها لعبة تعتمد على اللاعب الواحد فمردون مثلا حقق كأس العالم لوحده إنه يعرف كيف يأخذ الكرة من مرمى ويتراقص بالجميع ويسجل فعلها ميسي بعد ذلك وجميعهم يتشاركون بالقدرة على تسديل الأهداف وعلى ذكر الأهداف سنعود لكرتنا التي نحبها ونعشقها منذ ما يقارب العشرة سنوات لم يستطيع أي لاعب سعودي الحصول على لقب الهداف بعد ناصر الشمراني فالحقيقة تقول أن غياب المهاجم السعودي خطر يهدد مستقبل هجوم الأخضر فيه شح في المهاجمين السعوديين طبعاً أكيد ما فيه شحة وش السبب؟ الأجنبي وجود الأجنبي؟ أو ترى أنه عدم وجود كشافين مواهب ساقل؟ والله شوف هو الأجنبي طبعاً ما في شكله دور وهذا من حق النادي يبقى يكسب برنا يسجل هذا المركز تراجعاً مخيفاً عاماً بعد عام حتى لا تجد أشخاصاً يجمعون على مهاجم سعودي في تشكيلة الأخضر في بطولة العالم تألقت أسماء مع الألفية الجديدة ياسر ومالك وسعد وناصر ونايف ثم يستمر غياب الموهبة السعودية في خانة الهجوم أن نضع اللوم على المهاجم الأجنبي أم أن المواهبة عليها السلام هذه القائمة أكثر الهدافين السعودين في الدولة السعودي تكلم عن ناصر وهو الذي امتلك الهداف لسنوات عديدة تكلم عن محمد الشلوب فترة من فترات وهذه الأسماء التي ترىها قدامك ناصر ماشاء الله تبارك الله ربع مرات محمد الشلوب هذا تكلم عن آخر المواسم في 13-2014 يعني سعد ما عاد عندنا مهاجم ما في مهاجمين يعني شوفها هي عدة عام لكن دعنا نقوله زي ما قلنا قبل شوي أنه كشافيين و الإدارات يمكن هي السبب في قلة ظهور المواهب وتحديدا في مركز الهجوم أضيف إلى ذلك أساليب اللعب ترى اختلفت شوي و نتكلم عن مثلا كأس العالم 2018 اللي جابته فرنسا تتكلم عن أن المنتخب تخيل المهاجم حقه وهو محق كأس العالم ما جابه لقول فاليوم الأدوار تختلف و أساليب المدربين تختلف و لكن نرجع و نقول أن المهاجم وظيفة الأساسية هي التهديف لكن قد يكون هذا سبب يعني خلنا نقول نسبي في أن المهاجم لا يسجل و لكن لا يمنع من التشجيل أهم سببين كما قلت لك قبل شوي يا عبد الرحمن اللي هي موضوع الكشافة و موضوع الإداريين اللي يفهمون في طبيعة اللعبات و المواهب الموجودة أحمد أنا أيضا أذهب لعامل اللعب الأجنبي لو دعونا نأخذ أقرب مثل اللي هو فراس لما طلع من النصر و راح إلى الفتح و صار فيه مشاركة مستمبالية يعني ما عليك تخلى عن جماهير صحيح و صحيح و النصر كان محافظ على فراس محافظة ممطبيعية أذكر الله يذكره الخير لأيام المركز من تركي كان يحافظ على بعض اللعبين الموجودين واحد من المركز عليهم هو و كان وقته و سبحان الله الآن أداءة جدا ممتازة مع أنها هادي و تحس منها المستمرارية صار عندها مشاركة كثيرة صار عندها لعبين حساسية عندما يصبح لعبين أنا من اللعب المميزين أنا بالنسبة لي سبحان الله الحمده من اللعب الذي يمكنك إمثانياتي ما شاء الله سبحان الله له ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنا مرأة مع عبد الله و لاعب مع بو بعد ما شاء الله تبارك الرحمن أعطونا أرقام يا جماع خضيات السالفة قليلا أعطونا أرقام قليلا غالنا نرى هذه الأرقام طبعاً تتكلم عن أكثر اللاعبين تسجيل الأهداف مع المدخل السعودي ماجز عبد الله سامي الجابر ياسر قحطاني طال المشعل و محمد السهلاوي يمكن آخره محمد السهلاوي من المهاجمين كلهم هذولي عندهم الاستمرارية في اللعب دائما موجودين دائما يلعبون دائما لا تحصلهم فترة بعيدة عن برايات فترة بعيدة عن حساسية برايات أنت لما تشرك اللعب كل مبراه ربع ساعة عشرين دقيقة تقعد أربع برايات عشر دقائق يلعب ما رح يوصل و تيجي تقيمك يعني المشكلة أنك تقيمك تقول لا ليس كويس طيب أنت لم أعطيتني المجال لأنني ألعب لم أعطيتني الفرصة الكاملة لأنني ألعب لم أعطيتني أني أبرز الذي عندي و لما تحكم عليه من عشر 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 دقائق أو ربع ساعة طوال الموسم أنا كمدرب من الثلاثي الموجود من يتلعب حمدان الرذيف فراس البرايكان جهازية فراس هي الأول بالنسبة لي كإمكانيات عبدالله الحمدان من اللعبين اللي عندهم إمكانيات ممتازة صراحة كمهاجم بالطبع هذا هو هجوم الأخضاء أنا نسيت صالح الشيري عفوا صالح الشيري فراس برايكان عبدالله الحمدان عبدالرذيف هل تغير شيء من الرأي اللي قلت لك لا أنا هذول الاثنين هم اللي أقرب المشاركة بشكل كبير يعني ممكن نحن لو نعتمد عن سلوب المدرب رينارد في التعامل لو كان الموضوع التحولات سريعة توقع أن فهد المولد مجدي أكثر لو كان الموضوع رح يكون مهاجم في حال امتلاك المدخب السعودي كرات و يلعب عليك مهاجم محطة و يستطيع أن يحضر للعبين القادمين من الخلف على مستوى الأطراف و الأجنحة فتوقع أن عبدالله الحمدان زي ما قال زي ما يكون مميز في الجانب هذا إذا جينا نتكلم عن حتى اليوم رينارد اليوم اللي قاعد يسجل صالح الشهري صالح شهري فالصالح ماخذ ما شاء الله تبارك الله هذا هو مع المدرب المدخب معنا توه راجع من من إصابة سعد صعبك مهاجم إذا رجعت من إصابة أنك يعني ترجع للمستوى الطبيعي أكيد الكرة هي أنت اللاعب مستوى يوصل من خلال الممارسة يعني لن توصل للمستوى المميز إلا من خلال الممارسة لعب منقطع إصابة أكيد أنه يبدأ يبحث عن نفسه من جديد دائما نفس المباراة مختلف عن نفس المباراة حتى لو على سبيل المثال عملت مباراة ودية ليس مثل المباراة الأساسية أتوقع أنه نفس المباراة يعني صعب على المهاجم أن يرجع من جديد لكن يبقى المهاجم الميزة التي تجعله يعني مختلف عن كل أي لعب في الملعب الذي هو الحس التهديفي و صالح اليوم تميز بهذا الشيء و كان عنده حس تهديفي لذلك هو متواجم حتى بدنيا هو الأفضل يعني من ضمن الرضاع الموجود أتوقع الرضاعي كان سعود عبد الحميد و محمد كنن لا لا أتكلم عن لا لا بدنيا أتكلم عن المهاجمين اليوم كقامة بدنية نعم أتكرر أنك من ناحية بدنية من ناحية التكوين الجسماني مهاجمين الأربعة التكوين الجسماني نعم مهاجميد يمكن هو يكون من المهاجمين المميزين في التكوين الجسماني و هذه نقطة تحساب لها خصوصاً مجتمع إلى المنتخبات أيضاً قوية على مستوى البدني أو التكوين الجسماني محتاجين ينسجلوا معه المهاجم عنده قوة آخر سنتين يعني سجلون الهدف في أندي اثنا مين أعطونا أيام شباب خلونا نشوفهم بالنسبة آخر سنتين اتكلم من أغسط 2021 فراس البركان 15 سالم دوسري 9 هاتان بهابري 8 موجودين مع المنتخب الآن هو فراس الأعلى مثل ما قلت أحمد انتقاله للفتح فتح لباب أوسع لهم لأنه يلعب بشكل مستمر ومشاركة والاستمرارية الرباعي ترى هو الوحيد أرقامة جميلة صراحة لكن الرباعي لما نيجي للرباعي غير فراس لا تشارك عدد البرايات التي شاركها فراس لكي أنت تقييم لكن عندما يشاركون في نفس العدد و نفس البرايات أنا هنا أرى التقييم لكن إذا أذهب للجهازية و أذهب للإستمرارية أذهب لفراس قل ساعد شخص لقطة تحسب الفراس و أوصلها له أتمنى أن تعطيه ثقة خروجك من نادي كبير لنادي متوسط الترتيب الدوري و تستطيع أن تثبت نفسك هذا يدل على و سواها الحالة أنا أذكر هتان واحد منهم اللي يومي طلعظا راح الخليج من الاتحاد من الخليج سبحان الله انطلق من جديد هتان هذا ذكر على تخصية اللاعب و تقاتي بنفسه طيب عطونا الاستفتاء يا شباب اللي طرحنا على المشاهدين المستمعين الكرام في حساب البرنامج قبل أن نروح للفاصل يقول لك ما هي أسباب غياب المواجم السعودي عن الأندية ضعف المخرجات أخذ 26% بالنسبة للفيات السنية المهاجم الأجنبي 42% تغيير الناشطك تيكي 3% غياب الموهبات 29% سعد معي وحدة من الخيرات الأربع طبعا هم يتكلمون عن المهاجم الأجنبي على مستوى نحن نتكلم عن مستوى المهاجمين لا يوجد مهاجمين في العالم قصدك لا نحن نتكلم عن مستوى في العالم هم مهاجمين سعد معي موجود تعدهم على أصابع صحيح يعني موجودين لكن تتكلم عن السوبر ستار ستتتلحك السوبر ستار ستتعدهم على الأصابع كريم هو السوبر سوبر ستار أكيد لا يوجد كريم نعم نحن ذكرنا أهم عامل موضوع كشافة اليوم كانت التطبيقات الموجودة على وسائل التواصل أو اللي يشتركون فيها الأندية وتعطيك أحصائيات هي أصبحت اللي تعطيك الشيء هذا ففيه أمور عينية ما هي واحدة من ضعف المخرجات أو المهاجم الأجنبي أو تغيير ناجتكتيكي أو غياب موهبة اختار لي واحدة في أيش بأس بأس عشان المهاجم ليش غياب المهاجم ضعف المخرجات المفاة السنية المهاجم الأجنبي ضعف المخرجات أحمد أنا نروح ضعف المخرجات في البداية و العامل اللاعب الأجنبي ما يعطيك دعنا نرى الرقام حق الفئات السنية من يطلعون لنا من اللاعبين كمهاجمين نتكلم في الفئات السنية سامي الجابر من الهلال آخر مهاجم ظهر من الفئات السنية في الهلال سامي الجابر الآن عبدالله الرديث سعد الحارثي من النصر نايفة زازي الاتحاد طلال المشعل في الأهلي فهذا المهل من الشباب أحمد هذا يعني هذا يدلك في السابق فيه عمل جيد في المخرجات والشيء اللي ساعد الشيء هذا أنه لقوا فرصتهم وعطوهم الثقة والممارسة والاستمرارية في اللعب فهذه أنا قلت لك في البداية هو العاملين مربوطة في بعض جاس يساعد ترى عبد الرحمن على فكرة من الشيء أحمد يساعد وجود اللعب الموهبة أنه يثبت نفسه أيضا أكيد أكيد طيب للمجاهدين واستمعي الكرام فاصل القصير وبعد الفاصل وزير الرياضة يتوج أبطال بطولة لونجين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما فيش اي حاجة في الدنيا تبعدنا عن بعض حملك عايز اتطلق رقوف اتجوزني بتقولي ايه مجنون اقول اخطار واحدة ماطيع على هزبالة وعطك انك عمرك معتين دم ابوك عارف وشاف كل حاجة بعينه ايه اللي ابويا شافه من 30 سنة يخليكوا عاملين كده انا عندي مستعدات ضده بس رقوق وصابوكت اللي انت بعت عشان هزاهر عقبك لما رخصت نفسها ورجعها تاني بشمطة هدومها؟ يا حاجة حصل اتغلت خلت رقوفي اتغلت منذ ماضٍ سحيق كانت الموسيقى صوتنا الذي اسمعناه لرياح التغيير وظلت الموسيقى شوقنا الذين ارتاحوا اليه من تعب الترحال والشجن ومن معالم تراثنا الموسيقي تشكلت هويتنا وثقافتنا وأصالتنا وبهم فتحنا على العالم وضممنا صوتنا اليه موسيقانا موسيقانا كل هالسنين وكل هالعمر تقول لي انطلقين في موضوع ضروري لازم تعرفين أنا اليوم قررت أني بعترف عن حبنا قدام الدنيا كلها والله لو يدرون عنك يقصوا راسك لا ينهدم كل اللي بنيناه ونخسر والله لعتبنا وعتبنت معاك أنت شكاها تقول المناقصة اللي يبتها خسرة ترى من نفسك سعيد عزلتك اللي يسوي سواتك ما يشرفنا أنا الي مظلوم أنت قاعد تنتقمين من نفسك آخر شي كنت أتوقع بحياتي موسيقى عود حي من الأحد إلى الخميس العاشرة مساء على اس بي سي موسيقى 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 حيكم الله مشاهدين ومستمعين الكرام كما جرت العادة في البرنامج دعونا نروح نشوف آخر الأخبار في الرياضة السعودية موسيقى موسيقى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يتوجي الفائزين في ختام جولات لونجين العالمية التي احتضنتها الدرعية على مدى ثلاثة أيام بمشاركة أبرز نجوم العالم لقفز الحواجز حيث توجه بالمركز الأول الفارس البريطاني بن ماهر موسيقى اختتمت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعها الدورية الثانية للحكام السعوديين والذي انطلق في مدينة أبهى الثلاثاء الماضي بمشاركة ثمان واربون حكم من دور روشل المحترفين موسيقى خسر فريق الأهل المصري لكرة اليد مباراة نص نهاية كأس العالم للأنديا سوبر جلوب أمام الفريق الألماني حامل اللقب وسيلعب أهل مصر على مباراة المركز الثالث مع الخاسر من المباراة التي تجمع بين برشلون الإسباني ونظيره كيلسي البولندي موسيقى قدن الأحد يقابل نادي الخليج لكرة اليد نظيره الترجي التونسي للمنافسة على المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأنديا سوبر جلوب والمقامة حاليا في الدم موسيقى تنطلق قدم منافسات بطولة دور المدارس لكرة القدم للمرحلة الثانوية في سبع وخمسون مدرسة على مستوى منطقة المدينة المنورة يذكر بأن البطولة ستقام على أربع ملاعب خلال الفترة الصباحية موسيقى 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 شكراً للعزيز أحمد طيف على سبيل الله دك العادي شكراً جزيلاً شكراً لكم أماماً شكراً لكم أيضاً مشاهدين ومستمعين كرام غداً حلقة جديدة في نفس الموعد في أمان الله شكراً لكم موسيقى 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 موسيقى